الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة نحن مجموعة بنات نقوم بجمع مبالغ مالية من أهلنا وإخواننا وأهل الخير ثم ندفعها لأحد حملات الحج ونقوم بتحجيج من لم يسبق لهم الحج وقد أفتان أحد المشايخ بأن لا نجمع لهم من الزكاة لأنهم ليسوا من الأصناف الثمانية ولكن هذا العام لدينا امرأة من الجنسية اليمنية كانت فقيرة مسكينة وتوفيت ولم يسبق لها الحج فهل ندفع من الزكاة لمن يحج عنها؟ الحمد لله رب العالمين هذا سؤال طيب وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة إعطاء العاجز عن نفقات الحج شيئاً من مال الزكاة ليتقوى وليستعين به على تبرئة ذمته من وجوب هذا الركن وهو الحج فإذا كان عاجزاً عن الحج بماله قادراً ببدنه فهل يجوز له أن يمد يده ليأخذ شيئاً من الزكاة؟ هذا فيه خلافٌ بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف بينهم هو أن الحج هل يدخل في جملة فروع سبيل الله المذكورة في جملة مصارف الزكاة؟ في قول الله عز وجل لَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابن السبيل فريضةً من الله هل يدخل الحج في كونه سبيل الله؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج من جملة فروع ما يدخل تحت قول الله عز وجل وفي سبيل الله ويروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر فإنهم رضي الله عنهم قالوا إن الحج من سبيل الله وهو قول إسحاق كذلك لما روي أن رجلًا جعل ناقةً له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من سبيل الله كما في هذا الحديث وقد اختار هذا القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج لا يعتبر مصرفًا صحيحًا من المصارف من مصارف الزكاة لأن الحج يتعلق وجوبه في الذمة بالقدرة المالية عليه فإذا كان الإنسان قادرًا بماله على الحج فإن الحج واجب عليه وإذا كان عاجزًا عن الحج بماله فإن وجوب الحج حينئذ مرتفعًا عنه لقول الله عز وجل ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا وأما قوله وفي سبيل الله فقد حمله أصحاب القول الثاني على الجهاد فقالوا إنما أريد به الجهاد ولا يُقصد به الحج والذي أراه في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بدفع شيءٍ من الزكاة للعاجز عن نفقات الحج وتكاليفه ليحج بها لأن من عجز عن هذه النفقات فلا جرم أنه يدخل في وصف الفقراء والمساكين فإن نفقات الحج مع يُسرها وللله الحمد والمنة يستطيع الإنسان العادي أن يوفرها فالذي لا يستطيع أن يوفرها هذا إنسانٌ فقيرٌ أو مسكين ولأن الإنسان يريد أن يُبرِأ ذمَّته بأداء هذه الفريضة حتى وإن لم نقل إنها واجبة عليه إذا كان عاجزًا عن بماله إلا أن المسلم يتحصر قلبه ويتقطع كمدًا أن لا يجد ما يُنفقه في الحج لرؤية هذه المشاعر ومشاركة إخوانه بأداء هذه المناسك والسعي في عبادة الله عز وجل في هذه المواضع والمشاعر العظيمة فالإنسان يتحسَّر ولأنه يدخل في عموم قوله عز وجل وفي سبيل الله فإن هذا وإن كان يُقصد به الجهاد بالأصالة إلا أنه لا ليس على سبيل الحصر بحيث لا يدخل معه غيره بل الحج من سبيل الله كما أثبت ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك لا بأس أن يأخذ الإنسان لحج الفريضة لحج الفريضة لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه ويحتاج إلى إبراء ذمته أما التطوع حج التطوع فللإنسان مندوحة فللإنسان مندوحة عنه فهذا القول هو الصحيح في نظري وبناء على ذلك فما كنتم تفعلونه سابقا لعلكم إن شاء الله ترجعون إليه فكم فيه من تفريج الكرب وتنفيس الهموم وتيسير الصعاب وإزالة العواقب عمن لا يستطيع أن يحج لقلة وضعف ماله زادكم الله حرصا على الخير والله أعلم ترجمة نانسي قنقر